السلام عليكم انا وحتي دام مدينة تيطوان الاسم ديالي بوشرة الغرماني السباعي كنعودكم القصة للأم ديالي في 1987 في مدينة مارتين في الكورنيش كاتت مجوح الطيارة وطحت على الأم ديالي مشات ضحية وانا بدين جيت من الموت يعني لسانس ديالي مني طاحت ولاني في الطهر ديالي الحمد لله العمار طويل وكانت معي خالتي تاية تصابت في الرجلة ديالي الحمد لله ما ماتتش ولكن بقى مضرورة وعانينا بزاف وجد ديالي جدي مت مسكين مراهب بشهرين وجداتي مسكين حتى ماتت بالصدمة يعني بقينا يتيمين لا أم لا أب لا جدا لا تحاجة يعني ما مجبرا نحتش واحد يوقف معنا في هذه القضية هذه من اللي كبرت شوية جوجت الرجل الزوج ديالي بقى كي يقدم الشكايات ويقدم بزبت شيء والو تشي حاجة ما كينت نتيجة ما كي يجاوبوا علينا موالو وصافي دبعا احنا كان طالبوز عمام الحقوق ديالنا وكان وجهوا النداء للمسؤولين ونجلالة الماليك محمد الساديس الله يعطي صحته الله ينصره يتوفون وجهنا ويتوفون الوجه ديالي وتخاي مسكين خاي خلاتسو الأم ديالي صغير بزاف عنده تسعة صنين ودبا مريط بحالة نفسانية من ناحية الأم ديالنا ومدينوالو وحنا فوح الحالة زعمة لا يرتالها وزعمة هاتشي اللي كان وجهه وكان طلبوه تشوفوا فينا ونوجهنا ودحسوا بينا وجزاكم الله بخير عندي المحضر ديالي هوا عندي كل شي فيه شواهي الطبية دخلتي وضمامة وكل شي فيه والشكاية اللي عملنا وكل شي دبعا أنا صغيرة ما كان عقل شيء للشكاية ولكن الزوج ديالي هو اللي غايحكي لكم شوني عمل وشوني قدم وبلا فائدة السلام عليكم أنا عبد النور بقالي الزوج بوشرة السباعي أغرماني أنا من زوجت بالزوجة ديالي قمت بقيت كنساعدة في القاضية هذه قدمنا عدة شكاية شكاية الدرق الملكي عدة شكاية لا جواب عملنا محامي ما واحد ما جوج لا جواب حتى شوحي ما كيتتصابينا ما كيف يفتش بينا ولهذا حنا ما كان طلبوه حتى حاجة كنطلبوه غلاد النسدو تعويد ديالهم تعويد ديالهم تعويد للأخ دياله وليله الدعوة 34 سنة هذه 34 سنة كاملة كاملة إجراءات كاملة شكاية كاملة هذه لا شيء حتى وحين ما كيتتصابينا ما كي يبحث فينا هذا المحضره دا هذا الرقل لو كنت شيئا نجيت عليه عملت محامي وخرجوني من الحفظ المؤقت ما كنا ما نعرف حتى حاجة على الدعوة ما نعرف حتى حاجة على الدعوة هذا بقالي مدة من 1887 حتى تلسسس سوة عين وكانت خرج من الحفظ مؤقتات المحضره هذا وليه هذا الله يجزيكم بخير نحن نطلبوه نطلبوه الحق للزوجة ديالي والأخ دياله ولمسؤولين اللي يتشوفوا هذا اللي فهذا يتسلو بنا ويقوموا بالمساعدة نحن ما يساعدونا لجزيون بخير